موسيقى موسيقى أنا رشا عزت عمري 36 سنة قاعدة بالبيت ما بشتغل عندي هواية اللي هي تنصيق زهور وصناعتها من الخرز بلشت بهاي الهواية تقريبا من 9 سنين كانت من خلال مركز كنت أخذ فيه دورة للمساج للكفيفات هو المركز بالأردن كان من ضمن النشاطات الموجودة بالمركز اللي هي صناعة الورود من خرز بس كانت صناعة يعني بدائية بسيطة جدا ضليتني أطور فيها أطور فيها لحد ديت ما وصلت للوضع اللي أنا فيه هلأ إنه عم بنسق الورود بطريقة يعني كتير جميلة وكتير حلوة وما رح أوقف عند هذا الحد يعني لسه فيه كمان طموح قدامي إنه أطور أكتر وأكتر وأكتر الفكرة اللي عم بعملها بتنصيق الزهور إنه من خرز ومن سلاك نحاسية بسيطة جدا هي المكونات بس بطلع منها لوحات كتير حلوة يعني بطلع الوردة شبه طبيعية بعمل من الخرز كمان أشياء تانية فيه جزادين بتنعمل للخلويات للكروت لأشياء مثل هيك يعني مصنوعة برضو من الخرز برضو بعمل أساور بعمل سنسيل اللي هي الإكسسوارات برضو بعملها من الخرز وإضافة لشغل الخرز كمان بشتغل بالمكارم وخيطان المكارم بعمل منهم سلال بحط فيها الورد اهتماماتي بشكل عام أنا بهتم كتير بالكمبيوتر والإنترنت بحب كتير عالم الكمبيوتر يعني عندي نشاطات اجتماعية بطلع بروح مع صاحباتي مع أصدقائي يعني عايشة حياتي بشكل طبيعي جدا يعني إضافة للهوايات اللي عندي هواية المطبخ أنا بحبي كتير إنه أشتغل بالمطبخ بحب أطبخ كتير بستمتعوا أنا يعني بكون بالمطبخ ما بحس بملل ما بحس ببتعب يمكن تتساءلوا يعني إنه طب ما بتشوف كيف تتعامل مع الغاز كيف تتعامل مع المية سخنة مثلا كيف تتعامل مع الكهرباء أه الحمد لله يعني ربنا لما أخذ مننا نعمة البصر يعني عوضني بنعمة تانية نعمة تانية مش بنعمة واحدة يعني إنه عن طريق اللمس ممكن أحس إنه هاي المي سخنة إنه أنتبه إلها ممكن عن طريق السمع أحس إنه هاي غليات الزيت عم بيطلع صوته مثلا لما تستوي الشغلة بتغير صوته فبحس بمتعة كتير 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 وأنا بالمطبخ يعني أمني تيب المستقبل إنه أكمل دراستي اللي ما قدرت أكملها اللي هي دراسة الجامعية وهي هاي حلم بأحلم فيه وإن شاء الله إنه أقدر أحققه يعني لو بعد سنين طويلة أحابة كتير إنه أدرس بالجامعة بتربية خاصة اللي هي يعني تقريبا بتعالج الوضع اللي أنا فيه وبتخلق يعني بتنمي الوضع اللي أنا فيه إنه أقدر أخدم من المجتمع اللي حوالي من خلاله بتمنى من الناس اللي بيعجبوا بشغلي إنهم يعني يشجعوا الهواية اللي عندي ويعبروا عنها يعني بإنهم يدعموا بإنهم يشتروا مثلاً إنهم يعلقوا على هذا الشغل إنه جميل أو مش جميل وحتى بحب إنه أي بني آدم بيشوف شغلي بحس إنه ما فيه نسبة إتقان معينة إنه يلفت انتباهي إليها موسيقى 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 موسيقى